السلام عليكم و أهلا بكم في فيديو جديد مع أمبوكسنج جديد اليوم وصلني هالكارتونة الكبيرة أو الصندوق الكبير من MSI و إنتل بصراحة يعني نوعا ما بعرف ايش رح يكون بها الصندوق بس ما بعرف الضبط ايش رح يكون فيه فاليوم أمبوكسنج شوف ايش فيه بها الصندوق خليلا باشي فوكس تمام الصوت تمام اوكي اوه نجيب الكارتونة اوه والله طخيلة تعرفت تحت الكارتونة من فوق بس لسر ما بعرف ايش فيها بصراحة MSI دراجون نشيل هالأغطية من هون خلينا نفتح الصندوق الجميل نشيل هذا ونرى ما في الداخل الاول بس خلينا نأخوه تاكل كارتونة رهيب ايش رح يمكن فتح اوه فيه لطق من هون اوكي خلينا نجيب سكينة الخاصة بالأمبوكسنج من المطبخ مباشرة كأنه فتح اوه هون ايش فيه ماذا يوجد هنا اوكي هنا يوجد شيء ليه يمكنني الفصها عنه بعدين نحكي عنه شيء اوه اوه هاي اول شيء البورد ياخد الكارتونة بالفعل دخيلة البورد Z590 Ace من MSI اوكي خلينا نبدأ بالبورد اللي عنا هي حاليا من Z590 MSI Ace M-E-G Ace او فئة الـ Enthusiast M-S-I Enthusiast Braid على ما اعتقد الاسم خلينا نشوف من الطرف الخلفي ايش فيه عنا ميزات عنا دول Thunderbolt 4 ممتاز بصراحة Thunderbolt 4 تقريبا مثل Thunderbolt 3 بس فيه شوي امكانيات اكتر تقريبا على شبك شاشتين 4K فهو جدا مفيد بصراحة وهي واحدة من اول او قوائل البوردات اللي بتدعم Thunderbolt 4 مأخذين بيعطي يعني امكانيات ممتازة للبورد بصراحة من ناحية الـ VRM عنا هون Extreme Power Design بس ما كاتبين اهو كاتبين 16 زائد 2 زائد 1 فيز VRM و 90 أمبير يعني 90 أمبك كل فيز نظام توصل بتوعقا في هالبورد أوفر كيل يعني أوفر كيل لكل الاحتياجات أو كل مهما كنتم بتعمل كالسرعة اربع ما اخذ امداد 2 الاول جن 4 ثاني والثالث والرابع جن 3 هون واحد اثنين ثلاثة اربعة الاول بس جن 4 بعد جن 3 جن 3 جن 3 ومن ناحية التبريد عنا Outstanding Cooling solution عنا تبريد الـ VRM تبريد الـ Chipset طبعا بس كأنه شايف في مروحة أو شي ما بعرف راح اشوف اتفقد هل في مروحة تحت الـ Chipset او لا وتبريد الـ VRM باين عليه ممتاز بصراحة من ناحية الـ Connectivity خلف عن بلوتوث و واي فاي بلوتوث 5 و واي فاي 6 بس ما بعرف الـ واي فاي 6 هاي من انتل ولا غير شرقية ما مكتوب هون انتل واي فاي 6E اقوى كرت واي فاي ممجودة في هالبورد كروت انتل واي فاي 6E هي اقوى الكروت او اقوى حلول الواي فاي الموجودة حاليا خلينا نفتح الكروت ونشوف البورد من الداخل حسنا هاي البورد من الخلف عنا هون درع معدني يغطي تقريبا كل البورد مثل ما قلت من السابق ما هو ضروري بس البوردات الـ High End التقيلة الكبيرة بيساعد على زيادة متانة البورد ماخذين 8PEN للمعالج ومتل ما شايفين 16PEN 19PEN 90PEN فحل نظام توصيل الطاقة في هالبورد او نظام توصيل الطاقة في هالبورد بصراحة ديجيتال RGB ديجيتال LED للاخطاء او شاشة ديجيتال للاخطاء ماخذ مروحة ماخذين مروحة للمعالج USB Type-C 24PEN USB 3.0 6PEN ماخذ مروحة هون Start & Restart لو كنت تحطي المعالج خارجية ماخذ 6PEN هذا 6PEN يستخدم لإضافة دعم او زيادة ماخذ PCI Express بس ما بعتقد تكون هالشي ضروري شي اختياري ما بيلزمك إلا إذا كنتم معبي كل الكروت او كل الماخذ بكروت بصرف طاقة عالية ممكن هالشي يلزمك تشبكو بس إذا شابك كارت هون أو كارت شاشة هون ومثلا هون كارت N200 ما بيتزم هذا الشي ما هو ضروري أبدا عنا هون ماخذ الاعتيادية سويتشات لكسف السرعة متقدم ثلاث ماخذ رامات ثلاث ماخذ مراوح الصوت هون حل الصوت ما بعرف او كارت الصوت في البورد صراحة ما بعرف اش نوعه وكذا بس اعتقد هاي performance او فئة عليا راح اجربه ان شاء الله بالمراجع حاليا ما هي وقت المراجع وما ما اسمح لي اعمل مراجع على هالبورد البورد كلها مغطاية بالمعدن ماخذ رامات مغطاية بالمعدن ماخذ PCI Express مغطاية بالمعدن وهون الاتجابسيت كنت شايف كان فيه مثل غريل او شبك لانه في مروحة هون اشوف لا ما بعتقد لانه هذا شكل ما ما اعتقد يكون في مروحة هون اعتقد هذا بس شكل وهذا الشيء اللي بفضله من ناحية الماخذ الخلفية عنا Clear BIOS او Clear CMOS لتصفير البيوس تحديث البيوس او اربع ماخذ USB 5 جيجابيت USB 2 USB Gen 2 HDMI 2 USB 10 جيجابيت 3.2 2.5 جيجابيت LAN بس ما بعرف اذا هذا من Intel اولا وانه هون ما اخذت Thunderbolt 4 اللي اتكلمت عنهم عنهم من شوي وما اخذين Mini Display Port تمام عن اضافة جميلة بس ما بعتقد يكون هالشي كتير مفيد ما بعرف بس كروت Intel HD الجديدة او Z Graphic من Intel او كروت HD الداخلية الجديدة المتمرج مع المعالجات الـ 11 على ما سمعت رح تكون قوية اقوى من الكروت القديمة بكتير ما بعرف ان شاء الله رح اجرب هون وهنا ما اخذين وما اخذ الصوت الاعتيادية بس كمان رح اجرب هون حل الصوت في هالبورد او كرت الصوت في هالبورد او وقت المراجعة غلا نشوف ايش في معها في الكرتونة اوكي بالكرتونة هي عندنا كرتونة داخل الكرتونة اثنين ساتا هذا المأخذ ما بعرف لا ايش شكله غريب مفيد اثنين ساتا تانيات اضافيات هذا سنسور الحرارة كمان مفيد ممتاز البورد فيها سنسور داخل الحرارة كمان الار جي بي كابل الار جي بي لو عندك ار جي بيات من ام اس اي او منتجات ار جي بي فيهم المأخذ بيختلف فهي ادابتور اليهم وهذا تحويله من المني دي سبلي بورد لفول دي سبلي بورد كمان مفيد بس قصير كتير يعني ما ببفعه طوله عشرين سنتين ثلاثين سنتين او ببفعه استيكارات 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 كتابة برشادات بيقود طاقة شكر من الام اس اي كم بطاقة اخرى من الام اس اي كتابة ارشادات كامل وهو عندنا امثين الواي فاي جميل كبير يو اس بي فلاش يو اس بي للتعريف هاي مفيدة واخيرا قلصنا انا بفضل اشوف يعني كم حاليا القرص يو اس بي او الفلاش يو اس بي كم بتكلف خمسين سنت عشر كي ياريتس نشوف كل البوردات يجي معهم يو اس بي بدل القرص التعريف او ديفي دي لان اول شي مين عادي يستخدم الدي في دي هاي اول شي ثاني شي يعني هاي الفلاشة تقدر تستخدمها مفيدة كتير لك يعني حتى لما تخلص من التعريف او تخلص من تثبيت التعريف ممكن تستخدمها كفلاشة عادية شي اضافة جميلة بصراحة يعني لاريت نبدأ نشوفها كل البوردات وبعدين كلفة تصنيع ها كلفة تصنيع يمكن عشرين سنت اكتر من الدي في دي في دي نفس الشي هون عمنا الشاي الشاي فرشاي لتنظيف القطع فرشاي طرفين اللي تنظيف القطع طرف ناعم وطرف خاصي ايضا اضافة جميلة بصراحة هون عنا اوه علاقت مفاتيح على شكل مفكات كمان اضافة جميلة بصراحة بتعلقها على مفاتيحك وممكن تركب فيها القطع بس اتمنى تكون ببدل تضعوا هالمفاتيح اللي فائدتهم مش كبيرة حطوا مفتاح او مفك برأس صليب بهالحجم يكون صغير يكون مفيد اكتر من هاي بكتير بس كالشكل ممكن تعلقها بمفاتيحات كمان اضافة نايس هون عنها براغي للامداد 2 في البورد وهي المبرد الكور ليكويد ما رح افتح الكرتونة بس رح اشوف اشفي مميزات فيها المبرد عن الاجيال السابقة مثل الكور ليكويد 240 في عنا تغييرات بالنسبة للمراوح بيستخدموا مراوح جديدة بارجبي جديد هنا لدينا البومب او الواتر بلوك او البلوك للسي بيو فيها شاشة 2.5 او 2.4 ال سي دي سكرين تقدر تحط عليها صور جاي بيك او جيف او ممكن فيديوهات ما بعرف نسا ما جربتها بصراحة درجة حرارة ساعة هيك امور اضافة جميلة بصراحة ما بعرف سعر المبرد الحالي بصراحة او لا جربته هناك مراجعة خاصة على القناة ستكون بعد فترة ان شاء الله اتمنى تكونوا استمتعتوا بهالنبوكسنج او فتح الصندوق حاليا ما في مراجعات المراجعات ستكون قريبا ان شاء الله عن الاشياء المراجعات حاليا ما في مراجعات للأسف اذا استفدتم لا تنسوا اللايك بفيد القناة كثير شوفوا الفيديوهات السابقة هون وهون في فيديوهات سابقة كان معكم اخوكم ايمان محمد شكرا للمتابعة السلام عليكم